طبعا كل الشارع القروي والرياضي والناس اللي مشيه والناس اللي ركبه التكسيات والناس اللي في الاوتوبيسات واصحابنا وباباك وممتك وكل الناس حزينة وزعلانة كلهم اتفرجوا على الكورة لا بس كلهم بيحبوا الكورة وخصوصا المنتخب الوطني النهاردة لقاء المنتخب الوطني امام كوريا رجعنا تلاتين اربعين سنة وراء تلاتين اربعين سنة اداء نوات كتيرة كان موصلها المنتخب الوطني احيانا المنتخب بيخسر واحيانا الاهل والزمالك بيخسروا واحيانا بنقول كلمة هارد لك مع المنتخب بقالنا فترة ما بنقولش هارد لك مش قادرين نقول هارد لك مفيش اداء مفيش شكل مفيش روح مفيش اي حاجة مفيش اي حاجة بنتشعبط في خمس دايق وعشر دايق بنتشعبط في المتش في خمس دايق وعشر دايق حتى نبطيشها النهاردة بيعلق على المتش حزين متدايق مش قادر يطلع اهاتو حتى نبطيشها واحد من الكبار في المجال ده مش قادر مية واربعين ثانية الكرة بتلف وكرة ما بين اتنين مدافعين والراجل واقف لوحده والكرة في الشبكة في حاجة غلط في حاجة غلط اللعيبة مش بره الجيم اللعيبة مش بره الحزبة اللعيبة مش بره اي حاجة مش بره الحساب ولا بره المسألة اللعيبة مفيش مستوى مفيش روح مفيش اداء مفيش حاجة خالص مفيش حاجة لو أخدنا بعض كده عشر احداشر روحنا عملنا تقسيمة لبسنا تيشيرت المنتخب الحماس هيبقى حسن من كده ايه السبب؟ ما عرفش لعبة قندية كبيرة بيلعبوا فلوس كتيرة وبياخدوا أمور ماشية الله يبارك لهم كل حاجة ماشية لللاعب اللاعب نفسه مش ماشي نفسه اللاعب نفسه مش ماشي نفسه يبقى أول واحد حاسبناه اللاعب كابتن يهاب جلال احنا قاعدين وقفين مش عارفين يعني حتى أول مرة احنا قابل اللقاء مش عارفين كابتن يهاب جلال مكمل ولا مش بعد المتش مش عارفين هو الراجل ده موجود ولا مش مش عارفين سمع تصريحات السلس جمال علام رئيس التحاد الكورة ان حازموا بركات بيبحثوا فايلات سألوا بركات وهو هناك قال لهم لا فايلات ولا شفت فايلات ولا ببحث حاجة ولا عارف حاجة فيش ها خالص سألوا الأستاذ خالد الدرندالي هناك قالوا له قال لهم يهاب جلال مكمل توفيق كابتن مضابطش مهم وكده عادي جدا جزر منعزلة السؤال بقى اللي بيسأل نفسه المسؤول له السلس جمال علام قال لهم هو أنا أخسر ماتش الوضع يبقى كده هو أنا بنزل ألعب بنفسي صح هو الراجل عنده حق هو ماتش اهو بصه ده حوار ده حوار بتاع ما فوش لفايلاته مش محتاجة ترجمه يعني مش محتاجة أشرحه مش محتاجة أقول لكم مثلا ايه ان بركات بيقولك التاب ايه انت هترجع هتمشي على طول كويس وبتاع فالراجل بيبتسم ويدحك أنا مش محتاج أشرح الحديث ولكن الحديث كابتن محمد بركات عضو مجلس دارة اتحاد الكورا بيتكلم وكابتن ايهاب بيدحك يبقى أكيد حديث هادئ قبل اللقاء العادي يعني توفير الأجواء تصريحات الأستاذ جمال علام قبل المباراة دخلته الجيم دخلته مع كابتن ايهاب الجيم لأن التصريح كان مخطئ في هذا التوقيت كان مخطئ في هذا التوقيت أنا النهاردة قررت ان انا هعمل حاجة تانية خلص انا كل ما حد قابلني في الشارع اكسم بالله العليل العظيم انا ما بقابل حد في الشارع ولا في اي حتة ولا في مطعم ولا واحد ولا راجل اول سؤال كابتن بتحدي الكورا مشي قاعد ماشي قاعد بقت مطالبة كل الناس طب هو هي ليه مطالبة كل الناس هو السؤال هي ليه مطالبة كل الناس لازم الناس تعرف ان الشارع القروي الشارع القروي ده عنده ثقافة كبيرة جدا فاهم وانا عشت كتير المواقف دي عشت كتير المواقف دي وببقى عارف نبض الشارع اللامبة تنور استقال على طول انا انا يعني انا بشرح حاجة ما جربتاش مع حدا بشرح انا نفسي نبض الشارع نور اللامبة نورت خلاص وفي يوم القام قلت استكفي بالفترة اللي قضيتها في العمل العام وشكرا واستعلمت كتير جدا جدا مش عيب مش عيب ان اللي شايف ان دي الفترة مش بتاعته او مش قادر اجيب رجل ورا مش عيب الناس لها كل الاحترام على فكرة لكن كل وقت لي قصة مختلفة فعدت اسأل نفسي وافكر هو ليه الناس بتقول كده ليه الناس بتطالب بالاستئلة فلقيت واحد واثنين وثلاثة قالولي هو اللي وعده بيه حصل فبتدرت تفتكر اللي وعده بيه حصل يعني قالولي يفكر كده كابتن اللي وعده بيه حصل فليه حد بيقولي الناس دي او المجلس الموقر ده قاعد سنتين عدنا منهم خمس ست شهور قيس الخمس ست شهور ايه الوعود وايه الحاجة وايه اللي تنفس على الارض فقررت ان انا اعمل ايه اعمل اقوى موجهة في التاريخ مع الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد الدرندلي في ماذا وعدوا به وماذا تحقق على الارض ونحكم ونشوف من غير ما سيف زاهر يقول ولا يطلع ولا دا ينتقد ولا نلحكم ولا اي حاجة خالص السيد المشاهد حضرتك تحكم وهو نفسه المسؤول سوس جمال علام او سوس خالد اي مسؤول يقف مع نفسه يحكم يشوف فعلا الناس دي زعلانة ليه الشارع القروي زعلان ليه ويقدر يقيم ويقدر ياخد قراره ويستوعب للناس للناس بتطلبه بالاستقالة انا مش هقول لك قال وقلنا ولا حقول حاجة انا قررت اعمل مواجهة نشوف البداية كات ازاي والامور ماشية ازاي عشان نقدر نعيش ونعرف الناس دي قيمت ازاي